موسيقى تمت إجازة قانون سوق الأوراق المالية في العام 1982 من قبل مجلس الشعب الذي أجاز القانون لكي ينظم إنشاء سوق للأوراق المالية ولكن لم يتم أي شيء في هذا الشأن حتى العام 1992 والذي بدأت فيه الخطوات الجادة لإنشاء السوق وذلك في أغسطس من العام 1992 في ظل السياسات التي ناد بها البرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي من العام 1990 إلى العام 1993 حيث تم تأسيس هيئة الأسواق المالية في نفس العام والذي اعتمد تعديلا على قانون سوق الأوراق المالية لسنة 1982 ووفقا لقانون السوق لسنة 2016 اجتملت أهداف السوق على تنظيم التداول في الأوراق المالية بيعا وشراءا وتوفير كافة العوامل التي تساعد على تسهيل وسرعة تسييل الأموال المستثمرة في الأوراق المالية بما يخدم رقبات المستثمرين والعمل على الاتصال والتبادل الخبرات والمعلومات الأساسية بين السوق والأسواق العربية والإقليمية والعالمية والانضمام لعضويتها بما يضمن ترسيخ قواعد السلوك المهني والمراقبة الذاتية والانضواط بين شركات الوساط المالية والعاملين في مجال التعامل بالأوراق المالية التي يضعها المجلس ومنذ العام 1995 وحتى العام 2016 كان السوق يقوم بالمهام الرقابية والتنفيذية حتى صدور قانون سلطة تنظيم أسواق المال والذي بمجبه آلة السلطة التنفيذية للسوق وفيما يتصل بتعاون الإقليمي والدولي فإن للسوق دور واضح ومؤثر وذلك من خلال توقيع الاتفاقيات مع الأسواق المالية في المنطقة وانضمامه للمنظمات الدولية ذات الصلاة بعمل السوق ما من شأنه تبادل الخبرات والتطوير والوقوف على كل المستجدات المتعلقة بأسواق المال وتماشيا مع تطور التكنولوجي بدأ السوق يتحول للتداول إلكترونيا حيث تم إنشاء مركز الإيداع والحفظ المركزي واكتمال إيداع أسهم جميع الشركات المدرجة وتم بدأ العمل رسميا في التداول الإلكتروني وفقا لمنظومة تتكون من ثمانية أنظمة الارتقاء بسوق الخرطوم للأوراق المالية إلى مصاف الأسواق الإقليمية والعالمية في مجال التقنية والضبط المؤسسي والمهنية والخدمات المالية وتقديم أحدث الخدمات المالية وفقا للمعايير والممارسات الدولية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال أحدث التقنيات وأفضل كوادر بشرية مؤهلة بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين ودوليين في الاقتصاد السوداني مشاهدين الأحباب في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله زيارتنا اليوم إلى سوق الخرطوم للأوراق المالية البورصة والتي تمثل مرآة الاقتصاد هذا السوق تأسس في العام 1994 ويدوم ثلاث قطاعات كل قطاع به عدد من الإدارات نتعرف عليه أكثر من خلال هذه الزيارة اشتركوا في القناة أهلاً بكم من جديد نحن نتجول في سوق الخرطوم للأوراق المالية وصلنا لإدارة الإدراج والتداول نسعد جداً أننا نلتقي الأستاذ جمال غريب الله طيب مدير هذه الإدارة إدارة الإدراج والتداول في سوق الخرطوم للأوراق المالية إضاءة تعريف بهذه الإدارة وأقسامها هذه الإدارة هي تعتبر روح السوق وهي الإدارة التي يبدأ فيها النشاط تأسوق المالي فأسواق المال كما هو معلوم هي سوق سائر الأسواق وسرع التي يتم التعامل فيها في أسواق المال هي الأسهم والسقوق والشهادات عندنا في سوق الخرطوم للأوراق المالية نعم فالأسهم عندنا هي حصة شائعة من رأس المال يعرف السهم بأنه حق ملكية فالشركات تنغسم رؤوس أموالها إلى حصة متساوية تعرف الحصة الواحدة بالسهم أي من يملك هذا السهم وامتلك حصة في رأس المال أي هو مساهم في رأس المال نعم إذن أستاذ جمال نحن نجد نقيف على القوانين واللوائح المنظمة للسوق ولتقنين عمل هذه الإدارة لكن الإدراج أنت تحدثت عنه الآن لكن ماذا يشكل للسوق وللمستثمرين ولأصحاب الشركات طبعا الإدراج كما قلنا في البدء أن السهم هو سعة التي يتم تدولها داخل السوق وأسواق المال تمتاز عن بقية الأسواق الأخرى من أسواق السلاع وأسواق الزهب بأن المستثمر الراشد يتمكن ويستطيع من التنبؤ بالأرباح التي يمكن أن تتحقق له في المستقبل ويمكن أيضا أن يتنبأ بالخصار التي يمكن أن تتحقق له في المستقبل وذلك بناء على استغراء التاريخ أي أن مدى جودة السهم أي أن الشركة قوية لها نشاط فاعد تحقق أرباح لها غوائم مالية يتم تحليلها بما يعرف بالتحليل الأساسي وأيضا حركة السهم تتفسه في سوق المال وحركة السعر بتاع السهم بارتفاعا وصعودا وأيضا يتم تحليله من غبل الخبراء المتصرين والمستثمرين الراشدين بما يعرف بالتحليل الفني وماذا عن التداول وأثره على الشركات والملاك والمستثمرين حقيقي يمكن سؤال جميل جدا حقيقي يمكن في كل العالم هناك إشكالية كبرى في إسراء الساحة بالمعلومات المتعلقة والاستثمار المالي وكيفية أن نجد مستثمر راشد أن يتمكن من القدرة على اتخاذ غراره الاستثماري في أسواق المال وخاصة أن الاستثمار المالي من الضروب الحديثة في الاقتصاد العالمي من حيث الاستثمار والتوظيف الأمثل لرؤوس الأموال أولا الشركات عندما ترغب عند التأسيس أو زيادة رأس مال أو التوسط في مشاريع استقبلية هذه الغرارات لها علاقة برأس المال وأيضا إذا كان الشركة مدرجة في سوق المال وعندها أسهم ممتازة وعندها توزيعات أرباح ممتازة عندما تطرح أسهم جديدة لزيادة رأس مالها بتجد القبول بصورة منقطعة النظير لأنه يستثمر في هذه الشركة فكانه يستثمر أسهمه في كرت مضمون بالنسبة للمستثمارين ذات نفسهم يمسل استثمارهم في أسواق المال وفي الأسهم الجيدة هو استثمار يعتبر شبه خالي المخاطر وكما تعلمون حاليا الآزمات الاقتصادية التي ضربت أرجاء العالم حتى أسواق المال أصابتها يزمن هذه الآزمات لكن كانت محدودة مغارثة من القطاعات الأخرى والاستثمار المباشر إذن أستاذ جمال غريب الله ماذا عن الضوابط واللوائح لهذه الإدارة لتقنين عمله في أول إطار القانوني لها كما قلنا أن أسواق المال نختلف عمل عن سير الأسواق بأن هناك ضوابط وأسوز علمية تعمل على الحفاظ على جودة السلع المتاحة عندما تقبل سومال بإدراج شركة فذلك يعني أن هذه الشركة تتمتع بعدد من المزايا تضمن استمراريتها على المدى المتوسط على الأقل إذا كان الموصل الوضع الطبيعي الضوابط الموضوع يعني مثلا كلائحة الحوكمة من خلال نزام الشركات بإنعاءات جمعياتها العمومية في مواقيتها وتوزيع أرباحها حفاظها والمساهمين ذلك يدعى أن الشركة هي شركة محترمة نتوقع منها الكثير في المستقبل إنها تنعكس إجابا على الاقتصاد الوطني وتنعكس إجابا على المساهمين في الشركة وتنعكس إجابا أيضا حتى على العاملين في الشركة نعم أستاذ جمال غريب الله طيب مدير إدارة الإدراج والتداول بسوق الخرطوم للأوراق المالية شكرا لك شكرا جزيلا أعجزين جدا على الشكر الجزيل شكرا لك إذن تتواصل زيارتنا للسوق الخرطوم للأوراق المالية وأيضا لقطعاتها وإدارتها المختلفة من خلال تجواننا لسوق الخرطوم للأوراق المالية وزيارتنا له ومن داخل إدارة الإدارة والتقاس نسعد جدا أن نلتقي بمديرها الأستاذ هشام والطيب محمد مرحبا بك أستاذ هشام مرحبا بك الله سلام بداية إضاءة عن إدارة الإدارة والتقاس في بداية نشأة السوق وفي بداياته كان التداول يتم يدويا وبالتالي كان يأخذ وقت وجهد كبير جدا فبالتالي رأة الإدارة في حينها أنه لازم التداول يتطور وليس لقدام وبالتالي لازم يكون فيه تداول إلكتروني لتسهيل عمليات البيع والشراء والتداول فكخطوة أولية تم إنشاء مركز الإيداع والحفظ المركزي في حينه في عام 2008 في منتصف 2008 اللي هو يعني قبل بداية التداول الفعلية في 2012 فهي الإدارة المعنية بحفظ والسجلات مساهمية شركات المساهمة العامة اللي هو بيقوم بإدارة السجل سواء كان عند إضافة أو خصم في الأصف بتاعة المساهمين العامة المساهمين أو عند غرارات الجمعيات العمومية إذا كان في إضافة أسهم أو في رفع الرأس مال أو إذا كان في إجراءات أخرى مثلا للرهد والحجز ده كل ما تقوم بإدارة اللي هو بتحفظ السجل بالكامل والإدارة بالكامل طبعاً ده بعد موافقة للجهات المصدرة في ذاتها يعني نعم كم قسم ينضم إلى الإدارة؟ عندنا الإدارة أصلاً ذاتها حديثة يعني ما ما قديمة فعندنا يعني أربع أكسام نعم والقطع الذي تمتمي إليه وننتمي إلى غطاء الأسواق اللي هو من الغطاعات الثلاثة في السوق يعني إذن ما هي المهام التي تقوم بها إدارة الإدارة والتقاس؟ المهمة الأساسية هي الحفظ والإدارة اللي هو زي ما صبب وقلت أنه بتحصل عمليات بيع وشرة يومياً فزمان كان في أيام التداول اليدوي كان الإسارية تمشي للشركة المعنية وبتأخذ زمن عشان الإسارية تطلع من السوق أو الكشف بتاع العملية التداول في نفس اليوم وعشان ترجع كان بتأخذ زمن طويل فحالياً يعني في يوم بس في يوم واحد هي بتتم عملية البيع وشرة وبتتم تسبيت الحسابات أو الأرصلة بتاعت المساهمين في المركز نعم أستاذ هشام بجانب إدارة الزمن للمهامة اللي بتقوم بيها هذه الإدارة ما هي همية هذه المهام بالنسبة للسوق؟ أول شي بتحفظ حقوق الحقوق المساهمين أولاً الثاني حالياً بالنسبة للإرادات زيارتنا من ناحية إرادات يعني اذا امتلكت السهم حقق لك أنك تبيعه وتصرف فيه حالياً الزمن المساهم لكم يمكنك تداول فيه أكثر مرة في خلال الأسبوع أو خلال فترة واجيزة إذن هشام طيب محمد مدير إدارة الإدارة والتقاس بقطع السوق بسوق القرطن والأوراق المالية شكرا لكم الله يباري فيك المحبب لكم كانت هذه زيارتنا إلى إدارة الإدارة والتقاس بسوق القرطن والأوراق المالية تتواصل الزيارة قطاع الأسواق بسوق القرطن والأوراق المالية القطاع يتكون من ثلاثة إدارات يشرف عليها القطاع اللي هي إدارة الإدراج والتداول وإدارة الإدارة والتقاس وإدارة التفتيش والمتابعة بالنسبة لإدارة الإدراج والتداول هي الإدارة التي تتم فيها عملية التداول للأوراق المالية المنزدرة في السوق الأولية تتم تداولها في السوق الثانوية والشركات هي عبارة عن شركات مساهمة عامة وعدد الشركات المدرية هي حوالي 67 شركة بالضافة لمجموعة من الصناديق الاستثمارية بالضافة إلى مجموعة من شهادة مشاركة الحكومية شهامة وشهادات الاستثمار الحكومية صرح دي كلها يتم تداولها في قاعة التداول اللي هي بتسمع به السوق الثانوية كذلك في إدارة الإدراج والتداول يتم عملية إصدار الأسهم كسوق أولية إلى حين إنشاء سلطة تنظيم أسواق المال الإدارة الثانية هي إدارة الإدارة والتقاس وهذه الإدارة التي تتم فيها حفظ ملكية الأوراق المالية المساهمين سجلات المساهمين في الأوراق المالية ودارتها من إجراءات رهن وحجز وتداول الانتغال ملكية وكل الإجراءات التي تتم على الأوراق المالية في سجلات الأسهم في الشركات بالضافة إلى الصناديق وصقوق شهادات المشاركة الحكومية الشهامة الإدارة الثالثة هي إدارة التفتيش والمتابعة وذي إدارة مغفتصة بالتفتيش على أعمال شركات الوساطة عشان تتأكد من أن شركات الوساطة المالية اللي بتقوم بعملية التداول بتقوم بكل الإجراءات بصورة سليمة وبتحمل عملها تفتيش دوري أو تفتيش مفاجي وبتوصي بعض عملية التفتيش بتوصي بمعالية كل الأخطاء ومتابعة كل المخاطر اللي بتكون بتل عملية التداول بالنسبة لشركات الوساطة دور إدارة التقنية المعلومات السوق دور محوري وهام جدا جدا بأطبار أن السوق انتهج في خطة الاستراتيجية استخدام آليات وأدوات تقنية المعلومات لعمل أتمتة كاملة لجميع العمليات في السوق حيث كان التداول يدوي يتعامل بصورة يدوية لحد ياناير 2012 كان رؤية السوق أنه تحصل عملية كاملة أتمتة كاملة لجميع العمليات في السوق ويتعامل مشروع سميناه مشروع حوسبد عمليات التداول والإداع المركزي بسوق الخرطة الضراء المالية بدأ العمل في المشروع من العام 2009 حيث تحصل السوق على نظام للتداول الإلكتروني كان شغال في سوق مسقط للأوراق المالية حصلنا عليه كهدية من سوق مسقط للأوراق المالية وقمنا في السوق بتعديل النظام بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة المعمل بها في سوق الخرطة الضراء المالية طبعا السوق سوق إسلامي يتعامل حسب الشريعة الإسلامية وكل القوانين واللوائح الموجودة في السوق هي على نهج الشريعة الإسلامية السمحاء فقمنا في السوق خلال فترة العمل في المشروع بعملية كستمايزيشن أو تعديل للأنظمة التي جاتنا من سوق مسقط بحيث تتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمل بها عندنا بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية واشتغلنا في المشروع على أطر عديدة منها الإطار القانوني والإطار التنظيمي والإجرائي بالإضافة للإطار الأنظمة قمنا في المشروع بشراء الأجهزة الخاصة بمركز بيانات السوق عملنا مركز بيانات أساسي في المبنى الأساسي للأوراق المالية بالإضافة لمركز بيانات بديل في بنك السودان المركزي في المقرن تم شراء أجهزة لشركات الوساطة المالية وكانت هي أغطية للشركات مجانا بدون ما نأخذ منهم فيزا للأجهزة المنحة لها وفي قاعدة التداول كل واحدة من شركات الوساطة عندها جهاز مربوط مباشر عبر الشبكة الداخلية للسوق مع نظام التداول الإلكتروني فوائد نظام التداول الإلكتروني طبعا يزيد من الفرص بتاعة الحوكمة لعمليات التداول المختلفة وبيزيد من الإفصاح والشفافية بالنسبة للشركات والعدالة في توزيع الفرص بين الشركات الوساطة المالية العاملة في التداول في السوق من أهم مخرجات النظام أنه سهل عملية التداول الإلكتروني وسرع منها يعني أصبحت عملية التداول بيتم في نفس اليوم وبيتم نقلة الملكية في نفس اليوم وبيتم التسوية المالية للعمليات التي تحصل في السوق برضو في نفس اليوم الشيء الوفر على السوق الكثير من الجهد وكان مبذول في تحصل الأموال من الشركات كعمولات السوق وغيرها بالإضافة للضريبة التي هي ضريبة الدمغة على التداول كلها صارت بتجمع في نفس اليوم وطبعاً الهدف الأول من النظام هو خدمة المستثمرين اللي بيقى في مقدورهم أنه الواحد يعني يشتري الأسهم الليلة وإذا يحتاج أنه بكرة يبيع يقدر يبيع لأنه نقلة الملكية بيتم في نفس اليوم بيسمى T-plus zero الحمد لله يعني نحن من الأسواق القليلة في العالم الشغالة بتغنية T-plus zero كامتداد لشغلنا على التداول الإلكتروني حالياً عندنا يعني مشاريع شغالين فيها اللي هي عندنا نظام بيسميه نظام واجهة ربط الشركات الوساطة والنظام ده بيسمح لشركات الوساطة إنهم يقدروا يربطوا مع السوق من على البعد من مكاتبهم يقدروا يمارسوا عمليات التداول من مكاتبهم بدون الحوجة أو الحاجة للحضور لقاعدة التداول في السوق الأمر اللي يعني حيوسع من عملية انتشار التداول بين أفراد المجتمع السوداني وغيره من المتسميرين يعني هذا القطاع بيهدف أساساً إلى إعداد وكتابة البحور التي تساعد في تطوير السوق ومعالجة أوجه الضعف واستشراف آفاق جديدة يمكن أن يتم من خلال تطوير السوق بالإضافة إلى أشق ثاني يحتم بالإعلام والعلاقات العامة والعلاقات الخارجية يمكن بيزاد في الحتة بتاعت البحوث والتطوير يعني بيهدف هذا القطاع إلى يعني إعداد بحوث من شأنه إنها تفتح آفاق ومجالات جديدة لعمل السوق ودراسة يعني مواطن القوة بتعزيزها ودراسة أيضاً مواطن التحسين لإيجاد فرص طيبة وتمكين الإدارة العليا للسوق من اتخاذ قرارات تساعد في إنه تعالج المواطن التي تحتاج إلى تحسين وصولاً بالسوق إلى مؤسسة متميزة تنشد التحسين المستمر بإذن الله تعانى أيضاً فيما يتعلق بالجانب الخاص بالبحوث والتطوير بنعمل إلى جانب الإدارات الأخرى والقطاعات الأخرى إلى وضع الخطط الخاصة بالسوق سواء كانت خطط استراتيجية بعيدة المدى أو خطط سنوية أو خطط ربع سنوية بنعمل على نشر التقارير الدورية لنشاط السوق بدءاً من التقارير اليومية التقارير الإسبوعية التقارير الشهرية بنعمل على التواصل مع الأسواق الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال بغرض إيجاد علاقة طيبة معه الجانب الثاني الخاص بالإعلام والعلاغات العامة من خلاله بنزعى للتواصل مع كافة أجهزة الإعلام المسموعة والمقروعة والمرئية بغرض إيصال رسالة السوق وأهدافه إليها ومن ثم عبره إلى كافة المتعاملين مع السوق بغرض رفع الوعي بأهمية أسواق المال بالنسبة سواء كان بالنسبة للاقتصاد القومي أو بالنسبة للأفراد وغيره نحن في الشركة السبانية للمناطق الأسواق الحرة كواحد من الشركات المساهمة في السوق الأبراغ المالية كعضو في الجمعية العمومية المقوينة للسوق الخرطوم للأبراغ المالية حقيقة في البداية نحن نهني السوق الخرطوم للأبراغ المالية بحصوله على جائزة أفضل سوق في شرق أفريقيا ونتمنى أن ينعكس هذا النجاح على القطاع الشركات المساهمة العامة وعلى سوق التداول في الأسهم والسندات المالية في السودان وأن يساهم أيضا في تطوير سوق الأبراغ المالية في السودان الشركة الآن هي مدرجة في سوق الخرطوم للأبراغ المالية ويتم تداول أسهمة في سوق الخرطوم للأبراغ المالية والآن نحن طبعا عقدنا الاجتماع السامل للجمعية العمومية فكان التداول موقوف بحكم القانون على اعتبار أن التداول دائما يتوقف التداول في أسهم الشركة لاعتبارات إدارية قبل أسبوع من عقادة الجمعية العمومية وفي يوم عقادة الجمعية العمومية بالشكل نسبة كبيرة جدا من المساهمين في سوق الأبراغ المالية بحكم راس المال الشركة وبحكم عدد الأسهم المتداول في سوق الفرطوم للأبراغ المالية وبحكم عدد الأسهم المتداولة كثير من الأسهم يتم تداول في سوق الفرطوم للأبراغ المالية وتكون هناك أرباح وخسائر للمتعاملين في الأسهم عادة يتم تداول ببيع والشراء في أسهم الشركة عبر سوق الفرطوم للأوراق المالية هو الذي ينظم التداول في أسهم الشركة وهو الذي يراغب التداول في أسهم الشركة أفتكنا أننا في شركة سيدانية المناطق الأسواق الحرة بعادة الآن بعادة تداول بعد إنعقاد الجمعية العمومية نحن بدأنا مرحلة جديدة مرحلة انطلاق جديدة للشركة نتوقع أن تكون ترتفع قيمة أسهم الشركة ولدينا برامج كثيرة ولدينا كثير من البرامج والسياسات التي نتوقع أن تسهم في رفع قيمة سهم الشركة في سوق الفرطوم للأوراق المالية وفي التداول في السوق نتوقع أن ترتفع قيمة السهم وكل هذه المعلومات سيتم الافصاح عنها في سوق الفرطوم للأوراق المالية وتدرج في السوق لكل من يريد أن يتطلع عليها إن شاء الله شركة ميديورو هي عبارة عن شركة وساطة مالية مرخصة من سوق الخرطون الأوراق المالية الحقيقة طبعاً التغير الملحوظ الذي حدث في سوق الخرطوم الأوراق المالية هو أحد الأسباب التي دفعت شركة ميديورو إلى أنها تأخذ خطوة لقدام بالنسبة للخطوة القانونية الشيء الأول الذي بدأنا فيه طبعاً أخذنا بعض الأمور التعريفية المتعلقة بالتقنية المعلومات عشان نبدأ الخطوة الاستباقية اللي هي خطوة الربط ما بين الأنظمة الإلكترونية الموجودة معنا والأنظمة الإلكترونية الموجودة في سوق الخرطوم الأوراق المالية الحقيقة التطور اللي قاعدين نشوفه الأيام هذه في سوق الأوراق الخرطومي خصوصاً مع موقعهم الجديد هو أحد الأسباب اللي دفعنا طبعاً إلى أننا ناخذ خطوة استباقية في تحديد البنية التحدية الخاصة بنا طبعاً الجديد بالذكر أنه سوق الخرطوم أخذ نقلة نوعية النقلة النوعية هذه تميزه طبعاً بالمنظومة الإلكترونية الجديدة اللي الآن طبعاً أصبحت ضرورة ملحة لجميع الشركات الوساطة المالية بالنسبة لنا كشركة ميديورو طبعاً تطلعاتنا أن نصبح أحد الشركات الرائدة في مجال الأوراق المالية بالشكل خاص في التداول الإلكتروني وبشكل عام في تقديم المصايح والاستشارات للرواد المستثمرين سواء من داخل الخرطوم أو السودان أو من الخارج مثل السعودية تحديداً هذا بشكل عام نشكر القائمين في سوق الخرطوم الأوراق المالية بجدد أترحب بكم مشاهدين الأحباب في كل مكان في زيارتنا اليوم لسوق الخرطوم للأسواق المالية ونسعد جداً أن يكون ضيفنا في هذه الفقرة هو مدير عام سوق الخرطوم للأوراق المالية الدكتور أسهري الطيب ألفكي مرحب بيك دكتور أسهري مرحب بيكم ومشاهدي قناتكم المحترمين إن شاء الله نسعد جداً اليوم بك وبداية النبضة التعرفية عن سوق الخرطوم للأوراق المالية أولاً أسواق المال عموماً هي دليل على حضارة الأمم وعلى تقدم مستوى النمو الاقتصادي في أي دولة وقد انتبه السياسيين في السودان منذ الاستقلال وبدوا في عام 1962 حقيقة تم إصدار قانون هيئة أوراق المال وذلك لأنهم كانوا يعرفون حقاً أنه لا نمو اقتصادي بدون أسواق مال وطم صدور القانون سنة 1962 إلا أنه لم تنشأ يعني هالهيئة ولم ينشأ سوق الأوراق المالية حتى عام 1982 أيضاً تم عرض قانون على البرلمان في ذلك الوقت وتم إيجازته وإلا أنه لحد سنة 1994 حتى أنشأ سوق الأوراق المالية نعم جيد أهم القطاعات والإدارات المكونة للسوق الأوراق المالية وأيضاً أهم قطاعات الشركات المدرجة للسوق حقيقةً عادةً أسواق المال يتم إدراج شركات المساهمة العامة في أسواق المال لتداول أسهمة وأيضاً يتم إدراج السوق سوق الأوراق المالية أدرجت فيه حتى الآن حوالي 65 شركة مساهمة عامة يتم تداول أسهمة في السوق وأيضاً فيه حوالي الآن حوالي 5 صناديق استثمارية وأيضاً تدرج فيه السوق والسندات السيادية السوق به سبع غطاعات اقتصادية اللي هي قطاع البنوك اللي هي شركات البنوك المدرجة وغطاع شركات التأمين والغطاع التجاري والغطاع الزراعي والغطاع الصناعي كل هذه الغطاعات مدرجة في سوق الحطورة والمالية وتصدر لها مؤشرات شهرية ويومية نعم دكتور أسهري حبث لو سألت أو تحدثت عن البورصة ومرأة الاقتصاد حقيقة فعلاً كما ذكرت أن البورصة هي مرأة لاقتصاد أي دولة وهي التي تعكس مستوى نجاح السياسة الاقتصادية الكلية للدولة هو رقم واحد يعطى في نهاية العمل اليوم هذا المؤشر إما أن يكون كما يقال أحمر أو أخضر أو أصفر إذا كان المؤشر أخضر يعني أن السياسات الاقتصادية متشهة اتجاه جيد وهي التي تشجع وتساعد المستثمر الأجنبي يعني لما يشوف المؤشر أخضر يتشجع أن يدخل في الاستثمار في هذه الدولة أما إذا كان المؤشر أحمر فقد يدل على أن هناك سياسات السياسات لا تسير على الوجه المطلوب ويتردد عادة المستثمر لأن المستثمر كما يقال الرأس المال جمان فلهذا تعتبر الورصة هي المؤشر وهي المرأة التي تعكس الاقتصاد نعم دكتور أسهري يعني تحدثت من خلال حديثك كان هناك حديث عن النمو الاقتصاد من خلال سوق المال ما هي إسهامات سوق الخرطوم للأوراق المالية في العمال الاقتصادية في البلاد حقيقة سوق الخرطوم والأسواق المال عموما هي التي تقوم بتنويل المؤسسات الاقتصادية المالية الكبيرة وكل المشروعات الكبيرة عادة في كل أنحاء العالم تمول من أسواق المال إذا أن عادة الجهاز المصرفي الأمال التي تداول فيه تكون أقل من الأمال التي يتم تداولها في سوق الأمال وهنا في سوق الخرطوم الراغة المالية حقيقة تم عمل مشروعات كبيرة من خلال تمويلها من صنادق الاستثمارية في السوق وأيضا من المهام الأساسية لأسواق المال أيضا والمهمة جدا هي عملية خصخصة المؤسسات تحويلها من مؤسسات حكومية إلى مؤسسات قطاع خاص دادور كبير يقوم بها أسواق المال هنا في سوق الخرطوم الراغة المالية تمت خصخصة عدة الشركات من خلال السوق وطبع الخصخصة تكون عادلة جدا والبيع يكون بطريقة شفافة وعادلة ويوزع لأسهم ويشتروها الأفراد جيد ماذا عن استقلالية السوق دكتور أسهري؟ الأسواق المال عادة تقسم إلى ثلاثة أنواع إما أسواق تكون حكومية بحتة سبب لأن الشفافية يجب أن يكون السوق شفاف والمستثمر يجب أن يعلم أنه إما يتعامل مع سوق حكومي خاصة للستثمر الأجيبي أو سوق قطاع خاص كما هو في أمريكا وفي غيرها أو سوق في شركة مساهم عامة سوق الخرطوم الراغة المالية حقيقة يعتبر سوق مستقل لا تدخل فيه الحكومة ومعلن ذلك في قانونه ولا تدخل لأي جهات في عمليات أسواق سوق المال بالخرطوم وإن شاء الله نتمنى لاحقا أن يكون السوق شركة مساهم عامة وهو في اتجاف معظم بلدان العالم لتحويل أسواق المال إلى شركات مساهم عامة بإذن الله دكتور أسهري الطيب حبث لو كلمتنا عن القوانين والتشريعات وتطورات القوانين التي تحكم السوق قوانين سوق الخرطوم الرمالية حقيقة كان القانون الذي انشى به السوق سنة 1994 وقانون السكوك لسنة 1995 هما القانونان الذين يحكمان التداول والعمل في سوق المال وفي السكوك الإسلامية وحقيقة غانون السكوك وهو غانون متفرد كان ليس له مثيل حقيقة في العالم وأخذت منه كثير من الدول تشريعاته إلا أن العيب في القانون السابق كان سوق الخرطوم الرمالية ليست هناك هيئة أو جهة راغب السوق فكان السوق يؤدي العمل التنفيذي والعمل الرقابي والإشرافي معا ففي سنة 2016 تم تقديم غانون جديد وأجيز هذا القانون فصل قانون السوق إلى قانونين وألقي قانون السكوك وبالقانون الجديد أنشأ قانون سوق الخرطوم الرمالية كجهة مستقلة وأنشأت أيضا هيئة لأسواق المال تراغب أعمال وأداء السوق لمزيد من الشفافية وليطمئن المستثمرة الخارية فأصبحت هناك سلطة تنظيم أسواق المال التي ستشرف على سوق الخرطوم الرمالية وأي أسواق تشرف أخرى كسوق السلع أو سوق الزهب أو غيره إذن دكتور أسهر ماذا عن عضوية سوق الخرطوم للأوراق المالية عالميا وإقليميا وأيضا عربيا؟ حقيقة سوق الخرطوم انضم لمنظومة الأسواق العالمية في سنة 2007 انضم السوق لاتحاد البورصات الإفريقية وفي سنة 2015 بفضل الله وعونه وبالمجهودات الكبيرة التي تمت والشفافية والأعمال فصل الرقابة تم ضمن أيضا إلى أسواق المال العربية وأيضا تم انضمامنا في نهاية 2015 إلى الأميدة وهي المنظمة المسؤولة عن الصناديق أو مراكز الإداء في الأسواق العربية والإفريقية ودول الشرق آسيا وإن شاء الله خلال هذا العام قدمنا طلب للانضمام إلى هيئة اليونسكو وهي هي هيئة أسواق المال العالمية وهذه آخر مرحلة بفضل الله وبإذن الله نتوقع أن نضم إليها لأن استوفينا كل الشروط والمعايير الخاصة بهذا العمر إن شاء الله إذن ديكتور أسهري طيب الفكي ماذا عن تطور البناء التحتية للسوق القرطوم للأوراق المالية والانتقال للمبنى الجديد البناء التحتية حقيقة أن السوق أولا من ناحية المبنى والموقع الخاص به فكان السوق يعاني منذ 27 عام في أنه كان يؤجر موقع مستضاف في مبنى في بنك البركة الإسلامي ومشكورون يعني قدموا له الكثير سواء كان شركة البركة العقارية والبنك نفسه إلا أنه حقيقة كان ينطغس من قدره أنه ليس له موقع خاص به وبفضل الله عز وجل في هذا العام تم شراء موقع وانتقل السوق إلى مبنى الجديد وهذه تعتبر طفرة قوية جدا من ناحية البنيات الأساسية للسوق أما الأهم من هذا والأكبر كانت العملية التداول في بداية السوق وحتى عام 2011 و2012 كان التداول يتم يدويا على البوردات وكانت هذه تعتبر نقص في حق السوق إلا أنه في سنة 2011 و2012 بدأت عملية التداول الإلكتروني وانتظمت بفضل الله وحتى عام 2015 بدأنا في ما يسمى بالفكس انجين أو التداول عن بعد وهي آخر مرحلة في مراحل أسواق المالية فبفضل الله عز وجل تحصلنا على منحة من الـ ADP بنك التنمية الإفريقي والبنك قدم لنا منحة بوسطة وزارة المالية وأنشأنا بها البنية الأساسية الخاصة بتقنية التداول عن بعد يعني إن شاء الله من شهر 6 هذا العام 2017 يمكن للشخص أن يتداول من الموبايل أو من خارج السودان وعن طريق أي شركة من الشركات الوساطة وبالسوق حوالي 44 شركة وساطة يتم العمل من خلالها جيد بإذن الله بتوفيق لكم دائما ونبارك لكم ألبن الجديد ونشكرك جدا دكتور أسهر الطيب الفكيم ودير عام سوق الخرطم للأوراق المالية شكرا لكم ولي قناة S24 ولمشاهديها ومستمعها الكرام شكرا لكم كانت هذه زيارتنا إلى السوق الخرطم للأوراق المالية وقفنا على أهم القطاعات المكونة لهذا السوق وأيضا صلتنا الضوء على أهم الإدارات المكونة لهذه القطاعات إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من زيارة إلى إلى أن نلتقل ترجمة نانسي قنقر